ودلوقتي حنسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء مع هيلة فضلي هيل شكراً منا التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة تنطلق اليوم فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى وتستمر فعاليات المعرض على مدار ثلاثة أيام بمطار العالمين الدولي في مدينة العالمين الجديدة بمشاركة مئة دولة وثلاثمائة شركة نيابة عن الرئيس السيسي يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي غداً بالعاصمة الصينية بكين في منتدى التعاون الصيني الأفريقي فوكاك ويحضر رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية للمنتدى وعدداً من الجلسات رفيعة المستوى حيث سيرقي مدبولي كلمة مهمة خلال جلسة بعنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة وتنمية الخضراء وعلى هامش المنتدى سيعقد رئيس الوزراء مجموعة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين فضلاً عن عدد من المقابلات مع مسؤولي أبرز الشركة الصينية كما سيشهد توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود المتعلقة باستثمارات جديدة أو قائمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فضلاً عن عدد من الاتفاقية المهمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 160 ألف طفل اطلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين وأوضحت وزارة الصحة أن تواقمها تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيساف ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنرواء على تطعيم الأطفال في مراكز ثابتة ومتنقلة تابعة للوزارة والأنرواء أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاستشهاد طفل وإصابة والده برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لمخيم طول كرم كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طول كرم ودهمت أحد المنازل بعد محاصرته وسط إطلاق القنابل الصوتية وقامت بتفتيشه وإخضاع كل من يتواجد فيه للاستجواب والتحقيق ولم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات أكدت وكالة فرانس برس أن القضاء الفنزولي أصدر مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس أوروتيا بسبب إصراره على أنه الفائز في الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي والتي أعلنت السلطات فوز الرئيس نيكولاس مادورو بها وأكدت نياب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن المحكمة الابتدائية أصدرت أمرا بالقبض على إدموندو جونزاليس أوروتيا لارتكابه جرائم خطرة هذا وتجاهل جونزاليس أوروتيا ثلاثة استدعاءات سابقة للمثول أمام القضاء للتحقيق معهم أعلنت شركة TFL المشغلة لخدمات النقل المشترك في لندن أنها تعرضت لحادثة أمن ثبراني لم تؤثر في الوقت الراهن على خدماتها وأضافت الشركة التي تنقل 3.15 مليون مسافر يوميا عبر متر أنفاق لندن أنه في هذه المرحلة لا دليل على أن بيانات العملاء قد تم اختراقها وأوضح TFL التي تشغل أيضا خطوط حافلات وترام وقطارات أنها تتعاون عن قرب مع السلطات للتعامل مع هذه الحادثة شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف في الجلسة العامة لمؤتمر أسبوع التعلم الرقمي 2024 بفرنسا وخلال الجلسة استعرض عبداللطيف الرؤية المصرية بشأن التعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي وأكد وزير التعليم أنه يتعين نجاح في إتمام الخطط القصيرة الأجل تماشيا مع نهج اليونسكو الذي يركز على الإنسان في المقام الأول وإتاحة التعليم المتميز للجميع في إطار التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السينوي افتتح محافظ شمال سيناء خالد مجاور معرض العودة إلى المدارس بالعريش الذي تقيمه الغرفة التجارية بشمال سيناء وأكد المحافظ أن المعرض يضم ستين عارضا لتوفير جميع متطلبات التلاميذ وطلاب المدارس من أدوات مكتبية وحقائم مدرسية وملابس حيث تم توفيرها بتخفيضات تصل إلى عشرين بالمئة عن الأسواق الخارجية انتهى مجاز التاسعة وعودة لاستكمال بقي فقرات برنامج صباح الخير يومصر بعد الفاصل